دشنت شركة إيفال اليوم مصنع لتجميع السيارات النفعية بمنطقة ولاد هداج بولاية بومرداس والتي ستسمح بإنتاج ثمانمائة وحدة سنويا هذا المشروع الذي يتربى على مساحة ثلاثة ألاف متر مربع سيخصص في مرحلة أولى لتجميع موديل دايلي والذي سيسوق في عدة قوالب وتجهيزات نفعية وحدة تجميع العربات النفعية التي ستنتهج تقنية سيكادي ستعرف مشروع توسعة من خلال تدشين مصنع ثاني بولاية بويرا نهاية السنة الجارية نهاية السنة الجارية على المنطقة بويرا تقنية 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 ومن ثم يمكننا أن نستطيع المساعدة في المنطقة ونستطيع المنطقة من المنطقة أوروكارغو وطراكر على هامش هذا المشروع سيتم بعث جملة من الخطوات التي من شأنها رفع نسبة الإدماج وهذا من خلال تشجيع الشراكة مع المتعاملين المحليين في مجال تصنيع قطع الغيار ولواحق السيارات ترجمة نانسي قنقر